السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيب طلاب الصف السادس الابتدائي اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد ان شاء الله مكملين ما بعضينا شرحوا حل المنهج مادة اللغة العربية للفصل الدراس الاول عشرين خمسة وعشرين من كتاب الاضواء يارتيا سنة ستة ولمرش في قناة تريد تشترك فيها واتفعل زر الدراسة على الكل عشان يوصل لك كل جديد وتعمل لايك للفيديو ان شاء الله ان حلم بعضينا النهاردة تدبقات الاضواء المتحررة على النص الشعري في يوم الشباب طبعا ده اول نص مقرر علينا في الترمي ده ان شاء الله ان حلم بعضينا من صفح ستة والثمانين وصفح السبعة والثمانين يلا بنا نشوف الفيديو بتاعنا عن لنشاط واحد اقرأ ثم اجب وحي في بني وطن الشبابة واقصر فيهم العجب العجابة وارفع هامتي عزة عزا وفخرا بهم واراهم الامل المجابة شباب جزيرة وصفور سربي ومن رقبوا الى العليا الصعابة مضوا يتواثبون الى مداها وينتزعون حقهم غلابة قال لي اختر الاجابة الصحيحة مما بين الكوسين مرادف ابصر ابصر فيهم العجب العجابة ابصر هنا معناه اراقب ولا اتابع ولا ارى ولا اعتني ابصر بمعنى ايه ابصر بمعنى ارى مضاد الامل جلنا مضاد اللي هو ايه ايه العكس مضاد الامل طبعا ايه اليأس مضاد الامل اليأس مفرد شباب طبعا ايه شاب عند السؤال اللي بعد بيجده علامة صحة امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة غير ايه الصحيحة يوجي الشاعر تحيته الى الشباب طبعا ايه العبارة صحيحة يرى الشاعر ان الشباب هم امل وطني لابا برضو ايه صحيحة قال لك ما العاطفة المسيطرة على الشاعر تجاه شباب وطني العاطفة طبعا المسيطرة عليه اللي هو الاعتزاز الاعتزاز والفخر بهم وباعمالهم العظيمة تمام جالك اكمل ومن ركبوا الى العليا الى العليا الصعابة تعبير مجازي حيش شبه الشاعر الصعاب ايه طبعا بشيء مادي يركب ايه لبي يركب مثلا يقول مثلا بدابة بدابة تركب تمام جالي صود ما تحته خط اعطى الرئيس جائزة للمتفوقين عندنا حرف اللام هنا من حروف الجر والحرف الجر طبعا بيخلي الاسم بعضي بيكون مجرور وعلام الجره اما القصر اما ايه الياء الياء اذا كان جمع مذكر سالم او ايه والثانده تمام المتفوقين طبعا هنا تكون جمع مؤنس ايه سالم نقول كده للمتفوقين نعرفها ازاي نقول المتفوقين اسم جرور وعلام الجره طبعا هنا الياء لانه جمع مذكر سالم عند النشاط رقم اتنين يقول اقرأ ثم اجب اذا انا اطبرت شأن الشباب فان الشباب ابو المعجزات حصون البلاد واصوارها اذا نام حراسها والحمات غد لهم وغد فيهم فيا امس فاخر بما هو ايه اتن اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين مرادف فاخر تمسك ولا احتفظ ولا افتخر ولا التزن طبعا مرادف فاخر بمعنى افتخر مضاد امس يقولنا مضاد اللي هو ايه ايه العكس غدا ولا وقتا ولا ساعة ولا الان طبعا مضاد امس ايه غدا مفرط حصون طبعا ايه حسن عندي السؤال اللي بعد بيقول اضع علامة الصح امام العبارة الصحيحة وعلامة خط امام العبارة غير ايه الصحيحة يرى الشاعر ان مرحلة الشباب ليس لها اي همية طبعا هنا العبارة ايه العبارة خاطئة تمام عندي السؤال اللي بعد بيقول وصف الشاعر الشباب بانهم الحصن الذي تحتمي به البلاد العبارة صحيحة جليهات من الابيات كلم على نفس وزن كلمة ايه الضباب كلمة على وزن كلمة ايه الضباب عندنا كلمة الشباب كلمة ايه الشباب بنكتب كده الشباب كلمتين لهم نفس القافية احنا قلنا القافية وتواخر ايه الابيات عندنا كلمة المعجزات وكلمة ايه ات كلمة المعجزات وكلمة ايه ات تمام جلي تخير الصواب الشباب ابو المعجزات ده تعبير حقيق ولا تعبير مجازي طبعا هنا التعبير تعبير مجازي اجعل كلمة العصفور مضافا اليه في جملة من عندك وضطهم نقول مثلا ايه عش العصفور عش العصفوري جميل ان طبعا مضاف اليه بيكون مجروع علام الجريه طبعا هنا ايه الكسرة تمام نشوف الصفحة اللي بعديها عندنا صفحة ستة سبعة وتمانين عندي من امتحانات الادارات على النص ايه الشعر يعني الاسئلة دي جات في امتحانات الادارات العوام السابقة عندي نشاط واحد اقرأ ثم اجب كل الشباب نصيحة من مخلص والنصح للابناء خير ملاكن خير ملاكن الارض للانسان يبني مجده في رحابها والبحر للأسماك والمجد لا يعلو بغير عزيمة تبني الخلود على ارضي وهلاك لا تحسب ان الطريقة بعدت الحق لا يقوى بلا استمساك عندي السؤال الرقم قالي بيقول اخطر الصواب مرادف عزيمة شجاعة ولا تعاون ولا ارادة ولا اخلاص عزيمة بمعنى ايه لعزيمة بمعنى الارادة السؤال اللي بعد بيقول اكمل كل الشباب نصيحة من مخلصة اسلوب هنا ايه طبعا هنا اسلوب امر كل الشباب اسلوب امر ما الذي يحتاج الي الشباب لبناء المجد واعلقه دي طبعا جات في امتحان بن سويف عالفين اربعة وعشرين طبعا بيحتاج الي ايه الشباب لبناء المجد واعلقه طبعا بيحتاج الي العزيمة بيحتاج الي ايه الي العزيمة تمام عندي نشاط رقم اتنين بيقول اقرأ ثم اجب يا معشر الشبان هذا عهدكم فاسعوا لكذب المجد سعي عظام ان الشباب اذا سمبتم احيه جعل النجوم مواطئ الاقدام انتم رجاء الشعب انتم عداده وحماتهم في مستقبل الايام قال لي اختر الصواب مراضف رجاء حب ولا علم ولا امل ولا تعاون انتم رجاء الشعب طبعا رجاء هنا بمعنى ايه بمعنى امل الرجاء هنا بمعنى ايه امل قال الى ما يدعو الشاعر الشباب في البيت الاول بيدعوهم بايه بيقولهم يا معشر الشبان هذا عهدكم فاسعوا لكذب المجد سعي عظام طبعا هنا الشاعر بيدعوهم الى السعي يدعوهم الى السعي للحصول طبعا على ايه للحصول على المجد رقم جيم جلي اكمل فاسعوا لكذب المجد ده تعبير ايه طبعا فاسعوا لكذب المجد ده طبعا مع تعبير مجازي تمام وبكده سنة ستة وصلت معكم لنهاية الفيديو اتمنى تكون استفدتوا ولا اتمنى تصناش في اللايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجراس على الكل عشان يوصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته